تبنى المجلس الوطني الاتحادي مائة وسبعا وخمسين توصية خلال مناقشة أربعة عشر موضوعا عاما تمت مناقشتها على مدى اثنتين وأربعين جلسة أقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر الفين وخمسة عشر أذى وتناولت توصية سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين